سورة النمل تخبرنا عن الذي يجري في كواليس قانون التدافع الآية الخمسون بعد البسملة وما بعدها وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَهِ يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا هذا يجري على خشبة المسرح الآيات في سياق قصة قوم ثمود وكيف خططوا للقضاء على نبيهم وماذا فعلوا؟ بناقة صالح وماذا جرى وجرى عليهم؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا هذا مكرهم وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ مَا الَّذِي جَرَى؟ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لقوم يعلمون نهاية مكر الله وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ هذا تطبيق قانون التدافع بحق الأولياء ولكن عبر المكر الإلهي قانون المكر يقع في كواليس قانون التدافع الكبير دققوا النظر في هذه الآيات وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ تفاصيل مكرهم وكان في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه عمل في الخفاء أمر يدبر ويخطط وينفذ في ليلة ظلماء قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله نقضي عليه وعلى أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون في سورة آل عمران الحديث عن عيسى المسيح في الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة وما بعدها ومكروا اليهود والرومان ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكري إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون مكروا بعيسى ولكن الذي حدث أن الله رفع عيسى وأن الذي وقع عليه الصلب والقتل شخص آخر بحسب عقيدتنا لا بحسب عقيدة المسيحيين أنا أتحدث عن قرآننا فعيسى فعيسى رفعه الله وسيعود إلى الأرض وأولئك الذين تصوروا أنهم قتلوه خططوا لقتله ذهبوا في ضلالهم بعيدا إنهم هسخرة الملائكة تضحك عليهم لقد صلبوا شخصا آخر البرنامج الذي يريده الله طبقه الله وبرنامج وبرنامجهم لم يطبق والذي صلب هو اختار هذه التضحية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة في سورة الأنفال في الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ يمكر بك الذين كفروا الحديث عن رسول الله مر الحديث عن صالح النبي ومر الحديث عن عيسى المسيح وهذا هو الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلام على المرسلين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ليثبتوك أرادوا حبسه أو يقتلوك أو يخرجوك فإنهم كانوا يفكرون بهذه الخيارات إما أن يسجن المصطفى وإما أن يقتلوه وإما أن يخرجوه من مكة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ولكن الله مكر بطريقة أخرى ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لقد خرج ولكن بحسب ما هو يريد ولقد خرج إلى القوة والغلبة والنصر والفتح إنها هجرة محمد هجرة محمد صلى الله عليه وآله هجرة الخير والهدى والظفر والنصر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 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 ويمكر الله والله خير الماكرين زبدة القول في الآيات الأخيرة من سورة الطارق من الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها إلى آخر السورة إنهم يكيدون كيدا على أختلاف اتجاهاتهم إنهم يكيدون كيدا ولكن ماذا يقابل هذا وأكيد كيدا هناك فارق بين الكيدين كيدهم مستعجل أما كيده سبحانه وتعالى ليس كيدا مستعجلا لماذا فإنه فإنه لا يخاف الفوت الذي يخاف الفوت وهذا الذي يكون مستعجلا ويكون كيده كيدا مستعجلا فإنه فإنه سبحانه وتعالى لا يخاف الفوت مثل ما نقرأ في أدعيتهم الشريفة هو لا يخاف الفوت ولا يمكن الفرار من حكومته إلى أين يكون الفرار إلى أين ففر إلى الله الفرار إلى الله عجيب أمر الله إذا أردنا الفرار من الله فإنه فرار إلى الله ففر إلى الله ففر لا يمكن الفرار من حكومته إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ماذا تقول الآية الأخيرة كل الحكمة هنا وكل الصيد في جوف الفرى كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذه كلمة مشهورة لكنها لرسول الله هناك من يتصور من أنها مثل من أمثال العرب هذه كلمة لرسول الله وكل الصيد في جوف الفرى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا كيده ما هو بكيد مستعجل فمهل الكافرين مهلهم أمهلهم رويدا عواقب الأمر ستتجله بعد ذلك برنامج الغيبة هو هذا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر